أي حاجة سكرة العقل وغطة العقل وأذهبت العقل ده يسمى خمر بيقى آيس بيقى بنجو بيقى عرقي بيقى غيرو ده يسمى خمر ويدخل في الآية إنما الخمر والأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس يعني قزر وقلا يعني نجس وهو في النهاية من عمل الشيطان ربنا قال فاتنبوه كيف الناس مش Lunar fruit الله قال فاتنبوه لعلكم تفلحون لأن البيضع في الخمر والمخدرات وأفعال وأسوأ من أفعال البهيمة بمراحل عظيمة وكثيرة البهيمة أخر منه ليه؟ لأنه البهيمة في الغالب ما بتضر الغنماء بتدين لبن البقرة بتدين لبن الناقمة بتدين لبن الخروب بتطبحه يديك لحم والعجل يديك لحم لكن البي يشرب مخدرات أو يتعاطى المخدرات زي ما حصل في الاسبوعين الفاتو ممكن يزني بأمه زي ما حصل في الخرطوم ممكن يقتل أمه وأبوه زي ما حصل في البلد دي في الأيام الفاتة بسبب مخدر الآيز ذا ذاته فعلى الآباء إنه الواحد ينتبه لولده ما شوين ينتبه لابدته ما شوين ما في جامعة بيجيه الساعة 12 بالليل دي جامعة دي ولا دي شنوي ما في جامعة بيجيه 12 بالليل ولا في جامعة الواحد بيمشي يوم الجمعة ويوم اللي جازة ما جامعة دي شوف دي موضوع دي شنوي فالأب ما يكون قاعد في البيت ساكت لأنه ربنا بيسأل يوم القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما سرحه حتى يسأل الرجل عن أهل بيتي أحفظ أم ضيع ما أنت مهمتك في البيت كوالد وكأب ولأمر ما جب الطماطم والفجل واللحمة مشروع تسمين بس لا مهمتك في البيت إنه تعلم أولادك العقيدة تعلمهم التوحيد تعلمهم الدين تعلمهم الأخلاق تنهاهم من الأخلاق السيئة ومن الرفقة السيئة والرفقة السيئة من أعظم الأسباب البتدخل للشباب هذه الأشياء لأنه كما قال السلف الصالح صاحب صاحب إذا كان صاحب ولدك صالح بتاع مساجد القرآن ومحاضرات وأحاديث نبوية وظل صالح بيسحب ولدك للقرآن والأحاديث إذا كان صاحب ولدك بمشي محلات الشيشة والضمنة ومحلات النوادي وبمشي محلات الفجور والخنة بيسحب ولدك للفجور والخنة فراقب ولدك وبالذات البنات لأنه البيت الضعيفة والبيت كالزجاجة إذا تكسرت تاني ما بترجع تتلم يعني اتكسرت كيف برضو. كثير من الاباء الواحد بالد ساكت. الدي ساكت ومجدعه ماشين. بتعريانة ماشى بالشارع. ما عنده باي علاقة. بتو. لابس بانطلون. لابس ريدة. ما عنده باي علاقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راعي. ومسؤول عن رعيتي. الرجل راعي. ومسؤول عن رعيتي. يعني شنه مسؤول عن رعيتي. يعني الله بيسأل يوم القيامة ما بخليه يعني. على الكلام كده. ما بخليه. السؤال إذا عرف الحديث ده بس. والله ما بخاطر تاني بأبناء وبنات. والحديث عنده قصة عجيبة صحيح مسلم. إنه روي الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاف له راعي سيقلو غنم. ولا بشر. غنم. وفي مرعه قدامي هناك حسن. اخدر. وفيه حشائش. وحاجات خدراء. وبهين مرعه خبيس. ما بيصلح للبهاين. فبعاين فيه عبد الله بن عمر. الراعي قام ساق الغنم. وده الى المرعه السيء. معينه المرعه الحسن قريب. فقال ابن عمر يا راعي الغنم. ويلك اتق الله. ادخلها في المرعه الحسن. فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول. كلكم راع ومسؤول عن رعيتي. وساق الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان دفعما الصحابة. إنه الله بيسألك من الغنم. البهاين. فكيف الله ما يسألك من بناتك. وأولادك. بالتكلابسة شنوه. الله أمره. مما توعه. وشكيله يبقى مكبول عند الرجال. إنها تحتاجت. يا أيها النبي. شوف الآية هذه. الله خاطبها النبي. إذا كان دا النبي. أطهر الخلق على الاطلاق. وأطهر البشر والأنبي والرسل على الاطلاق. ونسوان النبي عليه الصلاة والسلام. أمهات المؤمنين. أطهر النساء في الدنيا كلها. بعد ربنا قال يا أيها النبي. قل لأزواج وبنات ونساء المؤمنين. ونساء المؤمنين. عشان ما يقول الحجاب ده خاص. بزوجات النبي وبنات بس. ولا في زول يقول الحجاب ده خاص بحزب أو جماعة. والبلد ما ضيعة إلا الأحزاب كلها اليمينية والشمالية والإسلامية والعلمانية كلها ضيعة البلد قال ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن كله ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا وكان الله غفورا رحيما فاتقوا الله في أولادكم وبناتكم وحافظوا على الأولاد والبنات وراقبوهم بالذات الأيام بمشوا مع منهم جوبتين مشوين جومين وين تسأل لأن الموضوع بيقى خطير